تشنوبل 18 ولا 19 والله نسيت واحدة من هالسنتين توقعت شنه كان 19 بس هم رحيم مسموح ان الواحد ممكن يروح ايه هو مسموح لك اما يوم او يومين اغلب الناس تروح يوم قليل ما تلقى يعني يمكن اللي يروحون يوم تشهون باصات كبيرة يروحون على يمكن مدى يعني اربع الى خمس ساعات يعني فترة نهارية تكون يودونهم انا اخترت ان اروح ليلة لان اشس ان ابي وقت احنا كنا خمسة اللي رايحين يعني اللي خذونا في هذا لنا بنام ليلة خمسة لان المباني قديمة وما عندهم الدفايات ما عندهم يعني مباني واحد قديمة وما هي يعني ما مهتمين فيها لانه ما في سياح يقعدون فيها يعني الموجودين بس اللي هم اللي يشتغلون في المعامل ويشتغلون في يعني اللي يطبخون الدكاترة يشتغلون حق المعامل وبس وهما طبعا شفتات يشتغلون يون سبعين ويردون مرة ثانية كيف على العاصمة ويرجع مرة ومكانهم فريق ثاني سبعين ما يقدرون يقعدون أكثر من سبعين لأنه في ضرر عليهم ليه اليوم؟ ايه ليه اليوم فأحدهم سبعين يعني يروحون يردون يقول لي احنا اللي القايد مالنا تعب ما قدر يعني يسوي فاللي مسك مكانه صديقة كان دكتور أسنان فقالنا تابون تشوفون العيادة قلت لا يكيد هذا مو ضمن التور يعني ليش ما نشوف عيادة في الدش العيادة والدش المباني تشبه مبانينا مات الثمانينات سبعينات والثمانينات المباني القديمة اللي يمكن تتربعها الحين الأسف انهدمت بس أنا لني عشتها يعني عشتها المباني هذه القديمة فتاخذني حق مباني الكويت القديمة العيادة شكلها قديم يعني الأجهزة ما أقول لك شوية يعني حديثة أو تشدي بس كطوفة كأرضيات كلها كلها قديم قديم يعني الألوان قديمة كلها قديم يعني طبعا هي يعني قبل ما كان يحطون يعني أغلب المباني هذه اللي تصير الفترة نقول الشيوعية أو فترة الاتحاد السوبيتي كلها الدرية يعني نادر ما تلق يعني قليل ما تلقى الأسنصيرات قبل ما تلقى بالثمانينات وهذا ما تلقى الأسنصيرات لا بالأماء بالمستشفيات أو تلقاها بالأماكن يعني الفخمة أو الأصحاء الناس اللي عندها فلوس إنها تحط بس يعني عيادة بطابقين وهذا لا يحط لك درية فحتى الدرية تحسها يعني قديمة آكل وهذا وبعدين خذاننا قال أنا بوديكم الأماكن ووريكم الأشياء ولم أدري شنو وهذا ما أقصر يعني التزم بالشسمة بس وداننا مكان قال لنا هذا اختياري يقول أنا ولد المكان وأقدر يعني نحن طلبنا قلنا لنا بيك تودينا شي يعني شوية شاط عن هذا فقال بوديكم بس هذا قال لازم نسويها تايمينج حدنا دقيقة ما نقدر وداننا عند واحدة من اش سمونهم رضو بالله مثل مصفات أو شي شكلهم كبير إحنا طبعا نمشي بيدنا أجهزة الأجهزة هذه تورينا كل شي كل منطقة إذا هي عالية بالشاعات ولا لا فكل معلقينهم شي دي علينا وعندنا واحد قوي فهذا إحنا القوي قلنا كل واحد يمسكه نص ساعة عشان لا نتهاوش عليه فحطينا دور كل واحد فينا يمسك نص ساعة وإحنا نكتشف ياخذ ويروح يكتشف بهذا فكنا نمسك هذا الجهاز واللي علينا إحنا لرقم معين إنه لما يخاف مثلا إحنا الروح صوب الشيارة ولا الروح يعني غرفة معينة ولا هذا يبين عندنا القراءة إنه نطلع من المكان بس أغلب الأماكن اللي إحنا يودوننا إياها كتورس كتورست حفوا يعني كسياح الأماكن اللي فيها العدد الإشاعات يعني نسبتها قليلة فقال لنا تابون أوديكم بس يقول تلتزمون لأن هذه مسؤولية علي قلنا لشنوش يعني أوديكم عند واحدة من هذه الأماكن عندنا دقيقة صرخة واحدة ندخل صرخة واحدة تطلعون ونمشي طبعا إحنا صفتنا السيارة بعيد ومشينا على سكة حديد عشان نوصل لها عرفت اللي قاعد يقول لنا زهبوا كاميراتكم وشدي لازم نصور اللي بيصور فيديو اللي بيصور زهبوا منها الحين عشان لما تدشون إهي فره واحدة أو دخله واحدة وطلعه واحدة وحط التايمر على يمكن لما وصلنا ثلاثين ثانية قام يصرخ لأنه يدري إنه في البعيد يبنيه يبنيه يقرب على ثلاثين ثانية قام يصرخ صرخ أوه كان قايل لنا في رسمة داخل صاحبها كل مرة يعني كل شم يوم يروح يرسم شي ويطلع يرسم ويطلع يرسم لين صارت رسمة يعني ما يقدر يدخل نتأثر عليه لنا عالية بالشاعات فأنا قلت بدخل صور الرسمة هذه طبعا صورت هي نص بنص الصورة مدرش سريع سريع وطلعنا فكان هذي يعني هذي كانت يمكن من التجارب اللي احنا سويناها الشوية كانت يمكن شاطة نوعا ما يعني فقال ترى هذي على مسؤوليتكم وإحنا كلنا يعني اتفقنا أنه ما ياخذ يعني المسؤولية يعني إذا صار شي فقالنا إحنا نتحمل المسؤولية ورحنا وردينا والله خير حافظ إن شاء الله ما فينا شي شكرا